حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر جيش الاحتلال المتكررة بإخلاء مناطق واسعة في القطاع تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها بالأساس القيود المفروضة من سلطات الاحتلال وشح الوقود وغير ذلك من التحديات وذكر المكتب الأممي في بيان له أن أجزاء من طريق صلاح الدين وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلية لمناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة وأشار إلا أن أوامر الإخلاء تلك جعلت تنقل عاملية الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيلة وأن الطريق السحلي لا يعد أو لا يعد بديلا ممكنا إذ أن الشواطع على طول هذا الطريق أصبحت مقتضة بالملاجئ المؤقتة للنازحين